موسيقى في صفوف الخليج السعودي حسين بيصوي بأول تصويبة ولكن أعلى من القائم اللي بيتابع مباريات بطولة العالم لكورة اليد نسخة رقم سبعتاشر كورة عالدايرة أول القرات من الجناح اليمين وتصويبة أول الأهداف ليه بيعتمدوا على الأجنحة بالأمس نجح الجناح اليمين بيزا أحرى ستاشر هدف هذه كورة مرة تانية في الجناح اليمين وبكل سهولة بيوصلوا الكورة كده الهجمة واضح مجد بورج يقابله من على مونتر 900 الصياد يروح على النص يسيب ميلادينوفيتش عايز يعمل ارتقاع يصوف حلوة أول الأهداف الصعودية تدخل المباريات بشعار اخدم نفسك بنفسك تمرير ميس باس تخرج الملعب رامي تجانب التصويب على الحل الفردي ميلادينوفيتش حلوة قوي على الدايرة لكن دفاعه قوي قوي مش عادة دير يعمل الدوران ميلادينوفيتش حلوة الربط حلوة قوي ما بين لعب الخط الأمامي والخط الخلفي والهدف الثاني للخليج السورج الألماني عايز يعد يعمل الدوران لكن دفاع قوي جداً مصبوط يقع راح الكرة للهجوم الخاطف على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك ويعرز الهدف للجناح اليمين مهم جداً برضو يعني لعيبة الخليج النهية تقسم المجهود لأن فريق مجد بورج مميز قوي في اليقى البدنية واضي تصوية قوية من صاحب اليد اليسرى في مجد بورج أتكلم حضرتكم على المخزون البدني طبعاً ليه الفريق السعودي مهم أوي ميلادينوفيتش محاب السيربي المحترف في الخليج يحرز الهدف الرابع حلوة البداية أوي من لعيبة الفريق السعودي دي كرة من الجناح الشمال يحرز الهدف الجناح الشمال يحرز الهدف ميلادينوفيتش عايز يربط مع لعب الدايرة علي الإبراهيم يقرب له مشتبة لسه بيدوره على المساعة تصويبه ولكن على طول حقاً صد قوي جداً من الدفاع الهجوم لكن رجوع مميز وسريع من لعيبة الخليج مميز أول ارتداد وتصويبه وأعتقد فيه رمية سبع أمطار رمية سبع فيز مع عمر ماجنسون الأيسلاندي في مواجهة حارس المرمى حسين المحسن ولكن يعمل زيادة ينزل على الدايرة يرجع مرة تانية لمكانه حسن تويرك ملادينوفيتش تصويبه دي أنا البداية مميزة للخريج لكن نمسك الخشب لسه بدري طبعاً تمرير عايز يسيب في الجناح عمل الخداع وعلى طول فضل نفسه المساحة عندهم نقطة كده من التدعمات التصويب ولكن بقول لحضراتكم بادة بفلو دي صاحب المركز الأول في ثلاث مجموعات مباشرة للسيمي فاينال ماجنسون يسيب في الجناح عند بيرسون وحطها المراد يا ولد يلاعيب حطها كده من فوق رأس حارس مرمى فريق الخليج تمرير عايز يعدي يسيب في الجناح لكن قفل عمل المساحة على طول ترجع الكرة مرة تانية لمشتبه عدى فضلوا المساحة بشكل مميز قوي مهم الدفاع ورمية سبع أمتار رمية سبع أمتار شفنا أول مواجهة نجح فيها عمر ماجنسون وأحرص الهدف وقادي على طول يا تعلق المحسن يبدأ يلعب مع لعبة دايرة علي الإبراهيم حلوة قوي لسه بقول لحضراتكم عملها مشابهة من ملادينوفيتش وبالكربون على طول يحرز الهدف فرعة دايرة ويأخذ رمية سبع أمتار تالت رميات السبع أمتار مواجهة سنائية ماجنسون وحسين المحسن ماجنسون والمراضي حطاع طبعا الكلام على مجهود البنن لكن حزاري قلت لحضراتكم في البداية الفريق الألماني مميزين قوي في الشوت الثاني تحديدا عاز يعد يعد ويأخذ رمية سبع أمتار مميز قوي في الاختراق محمد حبيب عمل الاختراق ما بين المدافع رقم اتنين والمدافع رقم ثلاثة في الدفاع الألماني استغل المساحة الموجودة وعلى طول يحط قد بالأمس في ممورات كاليفورنيا إيجلز 45% نسبة كبيرة جدا طبعا ماجنسون لعب في الجناح اليمين وعلى طول بيحطها كده بريست إيد قره لصالح الخليج محمد حبيب عايز يعدي سيبه عنده مشتبة عايز يفضل نفسه المساحة حلوة عمله الزيادة العددية حلوة أوي وضغط كده محمد حبيب فضى المساحة القديم نسخة رقم 17 هذه طبعا الضغط من جمهور توصل في الجناح الشمال ويحرز على طول ماتياس موتشي فعل طبعا من ماجد بورج لكن ميلادينو فيتش ممكن يبعت وحدة هلعب مع لعب الدايرة لكن مربطش ممرير لاجر جرين سيف في الجناح عند بيرسون ولكن المراضي المراضي الحارس الخبرة محمد السالم يتصدى لكل الخليج السعودي مشتبة لا حبيب بيصوي بحلوة يا حبيب يا سلام يا حبيب عملها كويش بقول لحضراتكم موكي يهموا طبعا النهاردة الخليج دي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدم طبعا في السيمي فاينال حلوة على الدائرة يا سلام التصدي أحلى حلوة على الدائرة والتصدي أحلى من محمد في المدرجات محتاج الفريق السعودي الدعم من جماهيرو تصويب السعودية كورة اليد السعودية طبعا فيه تفرة جبيرة في آخر الأيام وآخر الفترات عمر ماجنسون عشر عشر النتيجة يهوش ويصاوب ولكن صعب صعب هو يهوي يحرس الهدف عمر ماجنسون سبعة عشرين سنة لعب تسلسل القرة في الخط الخلفي عايز يعدي الصياد أو ده محمد حبيب يلعب على الدائرة حلوة أوي حلوة في الدفاعات الألمانية ويدي الخطأ على مهل لكن ماجد بورج يتصدر المجموعة في فارق الأهداف محمد حبيب من الباكليمين عايز يعدي يعدي ويأخذ رقم سبع أمطار بشكل منصور السحات في مواجهة سيرجي هيرناندز يصاوب وإيه المراد يقلل طريقة اللعبة في الهجوم الفريق الألماني 4-2 عايز يعدي عدى بالمهارة يأخذ رقم سبع أمطار شفتوا تغيير طريقة اللعب مع حضراتكم طريقة 4-2 في الهجوم رقم سبع أمطار عمر ماجلسون في مواجهة محمد السالم يوحرز الهدف راح معها محمد ويحول عليها لكن قوية من حتى الآن مستوى مميز من لعيبة الفريق السعودي تصويبه ولكن خارج المرمى واضح قدام حضراتكم ماجد بورج بدأ يلعب 4-2 ويوجد المساحة أكيد هتكلم عليها طبعا الكبات في الستوديو تغيير تحاوف ماجد بورج على الخليج السعودي حبيب كاف الباك الشمال يا ولد ولكن سيرجي هرنا كان يقفل علي المساحة سن الصياد يلعب في الباك اليمين لو سبع يبقى كوية على الكرة اللي فاتت دي عمل الخداع خداعنا احنا كمان ويه قلنا اي مرة للجناح اليمين ولكن عدة بالمهار على مركز الدايرة مجمد السوني يقطب الكرة حلوة على مهلاك الليجوم الخاطف وامة أوي الكرة دي تنا الملعب يا راجل حلوة مبرا اتمنى التوفيق طبعا لكل الفلقة العربية حلوة حلوة عد تلاتاشر لمجد بورج الصياد حسين الصياد عزي عدي حسين الصياد يحرز الهدف لخليج وعلى طول الرد السريع من بيرسون وحزاري من الارتداد البطيء في الدفاعات بقول لحضراتكم جدا من عزي يعمل للتوران ولكن معاها صفارت انا تعاطف مع نادي الخليجي السعودي اه هو بصراحة وارق في الخبرات طبعا ما بين حامل اللقب لآخر تلات نسخ مجد بورج الألماني وفرير الخليجي السعودي لكن الشقاء السعوديين على التعاطف معاهم بالرغم طبعا ان احنا فرص الخليج يعني توقف قدام فرص الأهلي والزمالك في السعودي ودي أول القرات لماجد بورج لكن الفني اليوناني الخليج السعودي اكيد اتكلم مع العبته ان هو عايز يكمل بنفس المنوال ورمية حرة اعتقد فيه كفدي ماجد بورج بعد ما عدنا محمد حبيب بشكل مميز قوي ملادي نوفيتش حلوة قوي يا سلام على المهارة يا سلام والربط ما بين لعب الصنع اللعب ملادي نوفيتش وطبعا الدفاع الألماني قوي جدا بتويترات الستة صف بيعادل بالمهارة يصاوب ولكن يتصدق المرات في نقص عددي في الدفاعات الألمانية يلعب في الجناح وسيرجي هيرنانديز الحارس الأسباني سور السياتي لكن يقدر يعود كرة على الدائرة هنا الفرق بقول لحضراتكم كل كرة فورنيا إيجل سبعة حمسين وواحد وعشرين ونجح الخليق في الفوز على نفس الخليق تمانية واربعين وخمسة وعشرين عمر ماجل سوني صاوب مالك في مواجهة فيسبريم والأهلي في مواجهة برشلونة في الكهات طبعا اليوم الأخير من دور المجموعات ملادي نوفيتش تصويبة قوية دانا سربية حلوة قوي من ملادي نوفيت للدفاع يعني بيخلصوا الهجمة على الطول بيعمل الورتناف سريع للدفاع تصويبة قوية ورد خوي قوي للعب بدون حارس طبعا يعود النقص العادة دي تمرير روح عن نص عايز يصوي تصويبة قوية حلوة قوي يحرز الهدف اعتقد ده مشتبة السالم فعلا ويعمل ستيل الكرة بشكل مميز قوي على مهلك مهم قوي يأكد ويحرز هدف التعادل الخليج طبعا بيبحث عن مفاجأة طبعا هيكون تحديد صاحب المركز التاني بفارق عدد الاهداف واللي كان قبل طبعا لقاءة اليوم لقرب لقى النادي الاهلي المصري طبعا مجح في تحقيق الفوز على جامعة سيدني تصويبة ولكن بتغبط كده فرق العربية عايز يعدي يدور على لعب الدايرة لكن يعمل ستيل الكرة بشكل مميز حسن التويرك على مهلك يا حسن ويحرز المرة دي حسرت المدير الفني الالماني ليه مكتبورج خرعة الدايرة ويحرز الهدف تبادل المراكز مشتبأ ملادينوفيتش بيجي في النص يلعب عند علي وعايز يعمل الدوران وهيصوب علي وياخد رامية سبعة مطار واعتقد فيه ايقاف عبدالله الهلايلي في مواجهة سيرشي ويحرز المرة دي عايز يعدي صوي بتصويبة قوية ولكن محمد السالم وعلى طول التفاعل من الجمهور السعودي في المدرجات ماني وفي فترات يتفوق الفريق السعودي وأثناء الأعيز اللي بيقدمه فريق الخليج ولكن مهم قوي الدفاع وعدة بالمهارة 24 سنة يحرز هدف التعادل حلوة يا راجل يا علي يا راجل يا علي تمريرة مميزة قوي لكن الحارس نيكولا بورتنير الحارس السويسري نيكولا بورتنير تصدى للكرة اللي فاتت ودي كرة من الجناح ولكن المرة دي العرضة أو علي الإبراهيم من عالدايرة يعمل مساندة مش عايز يستعجل بيصاوب ولكن نيكولا بورتنير يمرل على طول عند بيرسون ويحرز الهدف إيه زكى بيرسون الجناح اليمين بأقل عدد تمريرات مميز في الهجوم السعودي نزل لحسين الصياد عد حبيب عد حبيب استصدى للكرة لكن العرضة بشكل مميز أوي محمد حبيب كرة عبدالديرة والعرضة اللي عبدالبورج مشتبأ حبيب وقف حكم اللقاء الملعب وإيقاب ديئتين اللي عنو توفيق ليهم طبعا وليه الخليج اللي عمل أداء مميز حتى الآن ولكن الكرة على طول يتصدى لها السويدي بالإصابة من العراصر المميزة تمرير توصل في الباك الشمال عن طريق جسلي ولكن ياخد رامي سبع أمطار عد بلمرمى نزل حسين المحسن حارس المرمى في مواجهة مع عمر ماجنسون مواجهة تكررت أكتر من مرة وبيصغوبها كل مرة بنفس الشكل خليج السعودي إنه هو يعني يقرب الإسكور دايما ويفضل موجود فيه أحداث المباراة يقولك يعني أضعف الإيمان حتى لو تلقى عزيمة حلوة قوي من علي يتأهل طبعا مع الثلاثة الأوائل في حالة عدم طبعا فوز الأهلي النهاردة على برشلونة أو تعادلوا مع برشلونة أو فوز الزمالك على فضل عمر ماجنسون في مواجهة محمد السالم والمرة دي محمد السالم يتصدى لرمج 7 أمتار من خليج السعودي على مهلك عايز يعدي يلعب على الدائرة ولكن بدأوا يقفلوا طبعا على لعب الدائرة ودي نيكولا بورتنير يحط في المرمى بدون حارس طبعا خرج محمد السالم ويحرز نيكولا بورتنير يعد بالمهارة لكن دفع بطريق 6-0 كده من على المقابلة من على مونتظة 900 وتصويبة حلوة قوي وحزاري من الرد السرية أقول لحضراتكم 23 وحضراتكم على الشاشة تفوق مكدبرج على الخليج الصياط يصوي بمرة تانية ولكن لعيبة مكدبرج جتل الوقاوي في الجناح وعلى طول خط المناقة قدام حضراتكم يحاول يعمل ستيل الكورة كورة في الجناح حلوة قوي مانويل زندير لجسلي ولكن يعمل خطأ المشي بالكورة أعتقد المرمى بدون حارس ولكن على طول رجع هنشوف ولد استعجال استعجال نسخة رقم 17 سامريض عايز يعدي مانويل زندير ويصيب على الدايرة ويحرز الهدف ماجنس ساورستروب في التزام في الهجوم والدفاع أكتر طبعا من مكدبرج عقس الشت الأول حلوة على الدايرة يتأهل أول كل مجموعة طبعا للسيمي فاينال ثلاث مجموعات الكورة حلوة في الجناح عند بيرسون ويحرز الهدف الجناح اليمين يعمل له حبيب تصويبه ولكن أعلى من الله الهجمة في فريق الخليج حلوة يسلبها في الباك الشمال عند جسلي ست دقايق من أحداث الشوت الثاني الصياد عايز يعدي يسيب حلوة قوي عند حبيب وعده بالمهارة عمز قوي عند حمد حبيب ويحرز الهدف عزياري من الرد السريع عزياري من الرد السريع من ماتيا سموتشي لأنكم كنت بتكلم مع حضراتكم وأشكر في الشوت الأول لمشتبة السالم تمرير ما بين لعبت الخط الخلفي الصياد عايز يبع الدايرة حلوة ورامة سبع أمتار مواجهة عبدالله الهولايلي مع سيرجي يوحرز الهدف عبدالله صاحب البطاقة الأخيرة للسعود السلم فاينال يتحدد عن طريق صاحب المركز التاني أفضل مركز التاني في الثلاث مجموعات وهيلعب الفرقين عندهم نقطتين بعد الفوز على كاليفورنيا إيجيلز ولكن طبعا بفرق الأهداف تصدر مجد برج المجموع في لقاء اليوم أمام طبعا بطل أوروبا النوس القابل الماضي مجد برج وبطل هذه البطولة في آخر ثلاث نصف لاب عند مشتبة مرة تانية يعملوا تبادل في المراكز الصياد عاز يعد بالمهارة يوصل عند مشتبة اللي بيعدي ولكن نيكولا بورتنير لحس جدا عمل إضافة كبيرة قوي لحلاصة المرمى في الفرير الألماني فيه الشوت التاني وهدف على طول من نلجاح الجناح اليمين إيزاك فيرسون تباري كنت أخرى خارج الملعب حبيب عاز يعد هيصويب دصويبة حلوة يا راجل ملاكش حظ لحلاصة المرات ولسه كرة لحلاصة 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 تمرير وصارت كرة عند الباك الشمال أنتونيو بطل النسخة الماضية وآخر ثلاثة نسخ منها زي البطولة حلوة على الدائرة ويعمل يعمل تحطيد كده للهجمة من الجناح الشمال وما تسموت شيء إيزاك بيرسون الجناح اليمين لفريق مجد برج ومفتاح اللعب المهمة قوي في فريق مجد برج موسيقى 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 موسيقى